هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسم بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار قد يكون هيسم قد ما اشتقتلك عبيلي أحضنك اقطع لك أنفيسك ضمك لدرجة شوف دموعك وبكيك هل قد اشتقتلك من الأسبوع الماضي لهالأسبوع شو حلو هالغزل أول شي بونسوار شو حلو شو ناعم شو شو فيه ونوسي شو فيه لأنه بنهاية يلعن البعد يلعن الجفة صح هيسم كيفك كيفك مع الجفاف وكيفك مع الاشتياق لكي كويس كويس بس أنه أنا كمان متواعد ضمك ضمي أدعس بنفسيتك طيب بلشنا الحلقة بهالطريقة لأنه كنا عم نحكي بيه قبل ما نبلش نرول إذا سمعنا غنيت نجوة كرم الجديدة يلعن البعد صح وقد يكون بس تنحط العالم بالأجواء أنه قد يكون هالحلقة مش عارفين بشو نحكي من كتر ما صار فيه أحدش من الجمعة الماضية لهالجمعة إن كان ميس لبنون إن كان افتتاح الأولمبيكس والأصدائية اللي حصد عليها هيدا الحفل خلينا نبلش بأغنية نجوة كرم قررت نبلش بشمس الغنية أون ريبيت لأنه أنا عندي بالسيارة آه عن جد فعلا أنا هيدا اللي بدي أقول اللي بدي أقول أول شي تحية عن جد مذكرة بس حكينا بالحلقة القبل الماضي صح أنا أعدي عجنب أنت أعدي أنت ضمت صوتك لا أنا أعدي عجنب لتعملوا شي يلي فيكن حلوة الغنية ذكرتنا بنجوة فعلا ذكرتنا بأي نجوة طبع أنه لكي العاني للبعاد لكي العاني للجفا أوي مما قد فوطي إيديك على قدري بعتذر حلوة كتير الغنية الكلام كتير حلو جوهر صوتها فيها يعني عن جد فرقت عن زي ما أنه حدا بحياتي نبعي شي تاعي نقعد سوى لا ما تغنية لأنه غنية بتضحك لأنه حلوة الغنية هلأ آه فيها فيها شوي فيها شوي أنه خزقني ولزقني وفيها شوي أنه مشي على جرحي بس أنه حلوة حلوة لدرجة أنه إذا ما بتعمله سبسكرايب ولايك وكومنت على هالحلقة رح نلعن البعد ونلعن فعلا بقدر لكم أنه أول شي بونسوار بخطر نعم أول شي بونسوار بخطر نحن بحاجة لدعمكم لنقدر نستمر لحظة نحن بخطر كصورة وجودة بخطر وجودة كصورة يعني إذا هالأد حبين تشوفونا كصورة وقد يكون كمين بالصوت قريبا فانتبهوا إذا أنتوا بدكم أنه أول شي بونسوار يكفي ما لكم غير تدعمونا وتفرجونا دعمكم وحبكم متواعد ضمك ضم يكسر فيها ضلوعك ادعس بإجرب أنفاسك ومدري شو ومشوفك أكيد ما بتقول ادعس بإجرب أنفاسك بس إنه يعني بتحبي بهالطريقة أو أنت حبك بغير طريقة عن جد يعني هل هل بحب العنف بالحب ما كان هيك قصدي قصدي أنه أنت حبك نحن على اللبناني صوري على التعبير بس نحن على اللبناني بنقول حب حماري إكسكيوز مي ما بتقوله حب حماري بمعنى أنه حب هيك جحش جحشني بالحب اللي هو الحب عرفت إياه طبعا أنه أنه بخؤ منه أنه بعمل لك كفين قد ما بحبك مش أنه بضربك أنه تفهمتي لك قد يكون مش حالك ربينا على هالنوع من الحب من وراء المسلسلات وقصص الغرام إنه أنا ما بعرف يعني برجع أنا تأحكيك عن الإكسبرينس سبعي بالتالي أنه مجوزة عرفت رامي بعيد كل البعض عن هيدا النوع من الحب رامي حدا حساس كتير ورائي وفرنشي أكتر عرفت حبه وفرنشي أكتر ما تعرفت على هالنوع من الحب من أي شخص فبالتالي بحبه ما بمانعه ولكن أنا ما مختبرته فبالتالي ما بعرف نعم شكرا يعني تخيل مثلا كل يوم يرجع رامي من الشغل يا بره اللي اشتقتله بس في كتير ناس وليتعرف بطربيك بعلقك عدوليب شو بعمل فيك بعلقك عدوليب شعراتك لألك أنا بحبك بغرقك بالماء شو السر برأيك لأنه النساء وخصوصا النساء الوطن العربي بمجمل وما بدنا نجم بحبوا الرجل مش أنه عنيف بحبوا الرجل بمحل معين طاكسك يعني من أين عم بنطلق بنطلق أنه كل قصص الحب بمو سلسلاتنا أو بالأفلام طبعنا تقطع هيك مرور الكرام لحد ما يكون البطل يبلشي لحد ما يكون البطل إلى حد ما طاكسك بتصير النسوان بتنهار عليه المرأة العربية برأيك ومن انطلاقا منك وأنتي شو رأيك إن ما تحكي عنهم بإسمهم إنك شملتني مع نساء إنه على الهوية أنثى نعم أوكي فشو السر إنه في نساء كتير من الوطن العربي يمكن بالعالم ما بعرف بحبوا الرجل الطاكسك بحبوا الرجل المتسلط مش إنه بحبوا الضرب بس بحبوا الرجل الهيك اللي بيعزبهم قد يكون أنا رح تفكيري على الشيطان من هالحل تفضل لا 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 مش بموضوعك تحت الهواء ببقى بقلك أوكي شو السر برأيك ليش المرأة العربية بتحب الحدى التوكسك اللي بيعزب مش الحدى المريح لك لطالما سألت نفسي هيدا السؤال ما بعرف الشو اللي معقولي شدة لهالنوع من الحب مش عم منقول إنه هيدا النوع الحب غلط لا لا هيدا نوع من الحب إنما ما بعرف هيك بتحسوا إنه رجال عن جد عن حق وحقيقة مش إنه إذا كان إنه بس إنه أنتو كنساء بتشوفوا الرجولة بهيك أنا لا أنا شخصيا لا لا بس خلينا نكون واضحين أنه أنت من كل الدراما اللي حضرتيها بس أنت من كل الدراما اللي حضرتيها من قصص الحب اللي معلقة فيها هي قصص الحب اللي فيها هيدا صحيح إنما لأني اختبرت نوع حب تاني مع رامي قلت إنه آه لا بقى فيي أحصل على الحب وحس بإنه حدا بيحبني بلا ما يضطري إلي كل هالكلمات يعني أوكي أوكي فإنحنا نحن 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 أكيدا في كتير ناس بحبوا هالحب وبنحبوا بهالطريقة يعني بس إنه بستغرب شوي كيف بحب؟ إي لكن أنا بحب التغنيج المفرط يعني أنا بحب غنج عنجل إي بحب كتير غنج ما بحب أتغنج انتبهي ما بحب إنه هي اسمع حكي منها بس إنه بحب أنا كتير أني غنيج بس إنه لا أكيد مش ضمن حدود ضمن حدود أكيد مش إنه كسر دلوعك وهاك إنه مش بهالطريقة وزي بس لا أنا بحب التغنيج أنا بالحب افتتاحية الأولمبيكس معلش رح انتقل للأولمبيكس قبل ما ننتقل له أنديك ربط المواضيع ربط المواضيع عندي نعم بنحكي عن الحب هلأ بنحكي عن افتتاح الأولمبيكس لأنه حصة مستثيمين رح تاخد حصتها بحلقة اليوم افتتاحية الأولمبيكس حضرتها ما حضرتها شو رأيك؟ لأيك هي سيئة بالتقريبا بنفس فترة مستثيمين كانت عم بتسير أو قبل شي بوصيد فأنا ما حضرتها بس حضرتها من ورا تويتر ومن ورا أداية عمل أنتي قبل بنهار اه انجاد اي مش بنفس الليلة لانه انا حضرت الأولمبيكس لنص ليل وتاني مرة كانت نسبة بنا ما حضرتها بس انه حضرتها من خلال تويتر ووسائل التواصل على قد ما كانت فيرل وعلى قد ما انحكا عن الافتتاحية انا شفتها مقززة صراحة نعم ما بعرف انت كيف شفتها بس هون بدي اخذك على موضوع حكينا عنه قبل قبل لحت اعرف انت شو كان رأيك فيها شفت فيها ضخامة او شفت فيها انه بتقرف او شفت فيها انا عندي شغلتين قولون عن الأولمبيكس اول شي انه كتير بضحكوا كيف انه منعوا روسيا وبوسنيا انه يشاركوا بالأولمبيكس لانه بخضام الحرب اللي عم بيشنوه على اوكرانيا انما ما رفضوا مشاركة اسرائيل بالأولمبيكس هايدي اول شوي ايبوكريت يعني كتير انه ضحكتوني وانتا التانية وانتكمستو الافتتاحية يلي صارت انا نعم اعتبر انه كان حفل ضخم اخراجيا انتاجيا انتاجيا ماشي حولوا بريز لتحفة فنية بامتياز كل بناية على رأسة على بقلب القواد على الطريق ولكن درسين الديتيلز تبع المدينة فعلا انك تحول بريز لهيك شي رائع انما لا شك لا شك لا شك انه صار ليزم نرسم حدود للحرية يلي دايما نحكينا عنها باول شي بونسوات تتذكري لما فتحنا موضوع الحرية وقلت انه انت مع الحرية بلا حدود فهمتي شو قصدي بالحدود طبع الحرية يعني فهمتي انت كنتي عم تخدية يمكن عن منحة شخصية لانك بتعرف انك ما رح توصل الى هال مستوى من انا نعم مع الحرية الى اقصى الحدود ولكن بده رسم لحدود مش يعني اقصى حدود ولكن انا من مضطرة اتعدى على ديانات الاخرين كرميل انا وصل حرية انه هيدا وهيدا انه بمجرد ما انه حريةك عم تتعدى حرية الاخر بطل اسم حرية كرميل هاك حدودك هي حرية الاخرين لانه اللي صار اللي الناس اللي معرفة اذا في حدا معرف هو انه افتتاحية الالوليمبيكس كانت عبارة عن اذا بدك اعادة تجسيد للعشاء الاخير السيد المسيح ولا كازا تجسيد اخر اكيد من بينتهم هيدا العشاء الاخير وكانوا كلهم من المتحولين جنسيا او المغيرين مش مغيرين المثليين جنسيا والمتحولين ومع احترام واستخدام الاولاد بطبيعة الاخر صح ومع احترامنا لخياراتهم هنة بس كانت كتير وزي وكتير مستفزة وكأنه شوفوا شو عم نعمل هيا اسم حرية ما اسم حرية لا شك انه فرنسا عندها حرية الى اقصى الحدود يعني وصلت لها المرحلة من الحرية انما نحنا بغض النظر عن المحورين او المثليين نحنا هيدا كشخص نحنا ما عنا مشكلة انما انه يستخدموا لا لهيك يعني موضوع اول شي شو الرابط شو الرابط انه بس شفتي لو كان فيه مثلا حدا او اثنان منهم اوكي وكأنه عم بيقولوا انه نحنا كلنا بشر كلنا مثل بعضنا كلنا متساويين بس ليش بس هنة لا ما فيه ناس لا ما فيه حدا سوي فيهم لا ما فيه حدا مغير جنسيا حتى حتى شبهوا ما بعرف اذا شفتوا بمحل ماري انتوانات بتكون حملة راسة على هيدا صح شبهوا بالطفل فيه انت هيك لكتير اشيه تحت مسمى الحرية اكيد ما كان اسمه حرية يعني انا يلي بطالب بالحريات كتير استفزني الموضوع كتير اعتبرت انه انه مش يعني انه نقلل من احترام اديان بعضنا او انه نروح للاخر بعتذر بهالقرف هي اسمه حرية لا لا حرة تكون اللي بدك ياه بلا ما تمسيني انا حدا عم بحضر هيدا شي عم يحضروا مليين العالم او كل العالم ما فيك انك انت تعتبري انه انا حر اعمل اللي بده ياه بس يلي عم يحضرني مش حر انه يشوف يلي هو بده ياه وخاصة انه كمان معك حق هيسم وخاصة انه هيدا الحفل اللتر اللي بيشاهده الصغير والكبير فبالتالي نحنا مش عالتلانين هم يلي متدين واللي انه يليز ما تحكي لتساع عن مسيحيتي مش خايفين على هيدا الانسان انه يتأثر لانه مفروض ايمانه بدينه يكون كبير انما هو نحنا منخاف على هالولاد يلي عم بتشوفها الرسائل المبطنة ويمكن تلعب بعقله اجان نحنا ما عنا مشكلة مع المثليين والمتحولين جنسيا كشخص كاشخاص طالما ما عم بيأسروا على حدا او عم ب مية بالمية يفردوا استعملوا لغرض تحريد اذا بدك التطرف حتى بالحرية في تطرف الحرية المتطرفة اللي رايحة للآخر انه شوفه بد يكون حر ومتل ما قلت بعيدا عن الاديان ان كنت مسلم او درزة او مسيحة مش مفروض اني اقبل شوف هيك منظر واعتبره عادي وبعتقد اصلا هني عارفوا انه غلطه مفروض كانوا يعارفوا من قبل بس لانه كمان رجع نسحب الفيديو تبع الافتتاح صح وحسوا ب وبعتقد ما بعرف اذا اعتذروا اي تنك ماكرون وطولي حكي الشي مباري حكي انت عم بسمع هيدا الشي بس اسيارات انه ما صارت من الاساس وبعتقد اي ممكن لو ما صارت ما كانت عاملة الاولمبيكس السنية هالقد ضجة ممكن هيدا الشي الوحيد اللي ضج خلينا سوا نزقف لا بنجامين حسن من لبنان لا قبل بنجامين اكيد بنجامين قبل الكل برافو على هالنجاح الكبير بالتنس بنجامين حسن ربح بالتنس بالاولمبيكس وهو اللبناني رفع لنا رأسنا مثل العادي طبيعي واكيد تحية لكل الاثليتس اللي عم بيلعبوا من الدول العربية عن جد ان شاء الله يا رب النجاح لالكن انما الزقفة كانت لانه كنت بعض بالافتتاحية لسيلين ديون وقد تكون يعني عن جد هالبرفورمانس اللي عملتها عالطور ايفل يعني الله الله فعل بغض النظر عن البرفورمانس طبعا the fact انه كانت وknowing القصص اللي عم تمرق فيها بالفترة الاخيرة او القصص اللي قطعت فيها واللي نعملها دوكومنتر يعني كتير كبيرة مش بس success story كتير هيك ملهمة لدرجة بتقول انه اللي عنده شغف ولي عنده حب للحياة ولي عنده حب للي عم يعمله ونقدر انه يوصل رغم كل شي عم يقطع برافو بس برافو اكتر لبنجامين حسن ولكل العربية اللي عم يشاركو وحتى في في احد الفلسطينيين كمان ربح بس ماني اكيدة بشو مبعيف ازاب الاسباحة بس قريطة شي محال فاكيد تحية كبيرة لفلسطينيا اللي رغم كل شي عم بيصير معها بقت رايحة على الأولمبيكس وعم بتقدم بلدها بافضل طريقة اوكي بدي اسمع على صوت عالي بزقف كتير كبيرة كل شي معقول السي عنا الليلي عنا الليلي بتغير مصير صبي صبي حلوي منا تقريبا يومين كان حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام الفين واربعة وعشرين من اكتر من يومين سوري يعني الويك أند يلي قطع وتم انتخاب ملكة جمال لبنان للعام الفين واربعة وعشرين خليني بلش قبل ما نفوت بالحفل وبتفاصيله كمان قول واسألك لأنه هيدا شي كمان هيك كتير عربيا وعالميا يحكي عن اللبناني أنه رغم كل ظروفه عم بيصير حرب عم بيصير قتل عم بيصير انتهاك عم بيصير كتير اشياء بأرضه وبنفس الوقت هو شعب بعض وبيحب الفرح قد يكون هيدا رح يكون موضوع حلقتنا الأسبوع المقبل شو يعني أنك تكون لبناني صح شو يعني أنك تكون لبناني وورا هيدا السؤال وورا بس بدي أقلهم أنه وورا هيدا السؤال عن جد في قصص كتير بيود أنكم تسمعوها عن لبنان وعن اللبنانية يعني نحنا حرفيا الناس اللي بتكون عم تبكي هي وعم تضحك يعني مع بعض هذا المزيج رح نتركه لأسبوع المقبل إنما كف بفكرتك قبل ما بس أنا كانت سؤالي لأهلك أنه أنت بتشوفيه يعني نحن معروفين عند العالم أنه نحن طاير الفنيق يلي بي لو معك شو ما عم بيصير ما عم بيحب الفرح أول شي تايم آوت شو رأيك بيتأجيل حفل تامر تامر ومين كمان؟ تامر أصالة والحفل يلي بيجمع عاصل حلاني مع ناس تانين هل السؤال بيطرح هل لأنه فعلا الوضع بلدنان ما أنه حلو تامر كان سولد آوت أو من وراء الشح بيبيع البطاقات يقال أنه كانوا سولد آوت يقال طب وأنا بقول كمان هلأ الغريب أنه هني أجلوهن لفترة صغيرة بعدين منرجع منشوف إذا بيرجعوا منرجع لكم التكت حفلتين لوائل كفوري بيخضم البلبلة وكسروا الدنيا وكسروا الدنيا بليز اسمعتي غنيت وائل كفوري الجديدة بس اسمعتي يا ملك طل نعم ما عم فيني ما أسمع هلأ مش هلأ بس تخلص لحل أفوتو سمعوها بلك شو هلوائل فعلا شو هلوائل فعلا فما بعرف ما بعرف إيه أنا كان عندي أسئلة على الموضوع إنه يمكن استفادوا مش استفادوا يمكن حطوا الوضع حجي لحطي حجي لحطي يقولوا إنه إحنا أجلنا لهيدا السبب ما بعرف إذا كانوا عن جاد فل أو لا ما بعرف شو وضعهم بس أنا بقول ما كانوا فل مع حبنا وتقديرنا أكيد لقلهم ولفنهم أنا بحبهم يعني ما عندي مشكلة معهم بس إنه I doubt أوكي أوكي الفكرة بس إنه أنت مع ما قولت أو بتفتخري بفكرة إنه اللبناني عايش لو شو ما صار أو بتعتبرها سلبية يعني بتعتبر إن إحنا كشعب لازم ما نكون هاك لحتى نصير أحسن أو لا لك لا شك إنه هيدا كان عبالي كمين نبحثه أكتر بالحلقة المقبلة طب هتا نبحثه بالحلقة المقبلة ما هيك خلينا أكتر نحكي عن الحفل عن إطلالة إليسا عن الأسئلة اللي انطرحت عن الأجوب اللي انردت وعن الحفل خلينا نقول إنه حفل الانتخاب كان بالسي سايد أرينا أرينا ببيروت أكيد بالعاصمة كانت عم تقدمو أمي صياح تحية أكيد لأمي صياح يقبرني الله أمي صياح كانت طالعة كتير حلوة أكامل تنظيم رولا ساعد أكيد وعلى شاشة الـ LBC شو بتقلها لرولا ساعد بجملة آه بتزقف لها بتزقف لها وبإلا يا ريت عنا منيك أكتر وعد نحنا بحاجة لهيك ناس قد يكون بخلفك الرأي شوي لأول مال رأيك لنا لأليك ليش بحاجة لهيك ناس نحنا بلبنان بحاجة لناس عندها أول شي قوة القلب وعندها القدرة أن تعمل هيك شي بهلقات تنظيم أنا بحب الله تنظيمة وبحب الله فكرة العملة التجاري ألم يحن الوقت يحن الوقت هاي سم أن تتنحن كمان تعود عجلنا شو بتعادي كل الناس أن نجدد أنه هول الفقرات الراقسة كل مرة كتير كتير حلو التجدد حلو نجي بأفكار جديدة حتى للثري دي أنه ديجا فيو ديجا فيو كان الحفل كله بالنسبة لألي نعم ألا هو كان ديجا فيو بس أنت برأيك شو كان فيها تعمل غير هلأ الفقرات الراقسة كانت طويلة شوي طويلة شوي كتير يعني عم بحطوا أغنية بكملة ما كان بهمنا أنه هلقادي نشوف تفضلات الراقسة معيك حق هلأ الأصص الـ 3D المعمولة وهيك أنه ديجا فيو بس أنا وشي متجدد يعتبر أوكي بس شو كان بدك تحط بدل الرقس ديجا فيو يكون الحفل مش لتر باعة مش كله رأيس مش دولة يكون لأخر الليل فينا نعمل حفل خفيف نضيف من اللباس البحر للسهرة للأسئلة للكذا لتر اللي في بريك رجع من بريك طلعوا لأغنية لعمر الرحباني مشوار رايحين مشوار راحوا بريك هذا ما بتقوله عمر الرحباني مثلا كحدة كقامة فنية وكحدة فني باللبناني بنفتغر نشوف حالنا فيه كان فيهم يستفيدوا منه شوي أكتر يعني بطبيعة الحال كان فيه واحدة من اللوحات الراقصة يكون عمر الرحباني عم يعزف ونشوف يا أما مرور للصبايا يا أما نشوف رأس صريعة بس أنه على القليلة نكون عم نشوف كمان موهبة لبنانية هذا لم يبدأ مية بالمية يعني إيه نسبة كنت جيبوا عمر رحباني حلو أن تقدروا له فنه حتى لما عزف مشوار رايحين مشوار ما كتير قطعوا عليه لعمر وكأنه صح أتوقعت لما أنا لما عرفت أنه رح يغنوا مشوار رايحين مشوار حمست لسبب أنه حلوة الفكرة نكون واضحين ولكن أتوقعت أنه ما يكونوا موقفينوا مثل هيك كراء المدرسة يعني أي كراء الفيحاء إيه أنه يكونوا مثلا أتخيلت أنه كل وحدة لما يقولوا مشوار رايحين مشوار نكون عم نشوف لتسي الكورة وعم نشوف البنتي اللي من الكورة بعدين نشوف الجبل ونشوف البناتي اللي من الجبل عم بغنوا للجبل نفرج إنه عم نبرم لبنان معه الصبايا صح يعني تكون فيها هيك شوي كوريوغرفي أكتر أو نكون عم نشوف فيجويلز أكتر غير إنه واقفين بس وعم بغنوا مية بالمية بس إنه كانت لذيذية قبل ما نخود بالمشتركات وبالأسئلة وبالأجوبة طلالت إليسا كيف شفتها حبة لإليسا مذكرة لما عملنا حلقة وفي ناس هيك قاموا ضدك لأنه كنت ضد زواج مش ضد زواج إنه كان عندك رأي هيك شوي بنائز إي عن مين عن نصيف ودانيالة لكل جمهور إليسا أنا بحب إليسا كتير أنا أحب إليسا وكلنا من نموت بإليسا وعملنا حلقة بين دوكومنتري عنها وإنه قدي هي حدا إمرأة جبارة بس أنا شخصيا واحترموا لي رأيي واحترموا لي رأيي لا ما فيك تجبارة لا لا أنا بحبها مش إنه عم بزمة أو شي أنا شفت إختيار إليسا لها الحفلة غلط إنه ما لازم تكون هي ما كان لازم تكون إليسا بالحفلة وشفت في حال جبنا إليسا اختيارها لليبسته مش خرج الحفلة وفي حال مرة أنا شو لبست زعجك صدرة شفت إنه اختيار أغاني إليسا بالحفلة مش لهذه الحفلة يعني ما شفت شي زابط بموضوع إليسا صراحة لعني بحبها أول شي اختيارها لقلب في حال كانت بدون نختارها حسيت إنه كان لازم تختار أغاني غير تغنيهم غير اللي غنتهم ما بعرف لها وكنت بفضل حدا هلأ هني جابوا لأنه إمرأة وعانت وأنه كان الثيم كله هو ومن امباورمنت وتمكين المرأة لا يفرجوا بس أنا كنت بتخيل إنه كان فيهم يجيبوا حدا تاني يعني كان فيهم هيك يكسروا مثلا بي لا تسي ما بعرف وقل كفوري يعني تخيلت إنه فيهم يجيبوا حدا بعد هيك لبنانيا بشدنا أكتر كنت بحب إنه هي شو غنت؟ غنت أنا بتميل على البيت غنت هيدا هو اللي قلبي حبه هاي أوكا ووحتي ما بعرفه من ألبومي الجديد كنت بفضل تغنيهم كلهم لبناني تغني كلهم لبناني لنكون واضحين لأنه كمان من ضمن إنه هيدا حفلة اندخاب لبناني بحب كنت تغنيها بس ولبسها مش إنه زعجني صدراء هلأ صدراء كان كتير إنه صدراء كان كتير بغض النظر إذا برأ وجوا كان كتير وكأنه شوفوا شوفيني أعمل ورح ضلني ألبس دي كلته تحيي لألة وخياراتها ولكن تعودنا على إليسا بس تعودنا علي أنا برأيي إنه بتعرف تلبس حسب المناسبة بغض النظر عن صدراء ما حصيتها على لبسي لا مناسبة ملكة جمال لبنان كان حلو تلبس هيك شي ما بعرف زع طويل أو شي كلاسي أكتر حسيني أنه هيك إنه عرفتش قصدي إنه لبس شي صيفي هيدا كله بحبها لأليستا والله والله لأني بحبها لأ شفتي لو ما حدا لو ماش بحبها قلت بلت لشو إيجيت أصلا لأ حلو بس إنه حصيت كان لازم تكون هيك لبسة كلاسي خرج إنه على أمي سياح يعني فسطان سهرة إيه لأنه على ميس لبنان بغض النظر أمي سياح إنه نحنا جيين على ميس لبنان على شي هيك فيه غلامور هي حصيتها لابسي شي صيفي إنه كأنه عرفت طالعة إنه مع أهلا هيك أنا حصيت والأغاني قلت لي كنت بفضل تغنيهم لبناني يكونوا يعني نادا كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 هل من أول ما طلت حصيتها طلت ملكة وهل كنت من الأساس ما اعتبرها هي رح تكون الملكة كانت من الخمس الحلوين بنظره بس إنه ما كانت حصيتها هي لازم تكون الملكة إلا نكون واضحين أنا لما طلوا الصبايا قبل ما يطلوا لما شفنا صورهم نقات بنت اللي هي أوكي وطلوا طلعوا باللباس وكذا وخبريات بعدني منقية وقاية الأكيد هاي لازم تكون الملكة وإذا وصلت على ميس ويرد كنت بأكد إنها بتوصل لمراحل متقدمة اللي هي اللي هي سبال أبو شعية أوكي لحد ما شفنا الريبورتاج مش تنمر أنا بالعكس يعني ما زعجني صوتها بس حصيت إنه إنه مش لابق مع شكلها صوتها حصيت إنه معقول يكون عائق قدام إنها توصل بس ما كنت موقع هالأد 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 البنت تتعرض لتنمر على وسائل التواصل من ورا صوتها وقد يكون لأن البنت عندها مواصفات عالمية إن البنت كتير حلوة هي شيزا مودل حلوة أو كتير حلوة مثل ما قلت وقد يكون السؤال الموحد استبق إذا بدك التنمر اللي صار على السوشال ميديا وكأنه معمول إليه صراحة إنه لتساكنت بسهرة واللي هي صار يتحفل مثل لابنون ورجعت على البيت وتوجهتي مع كيف تتعامل معهم جوابك هايسم على هذا السؤال لو طرحي عليك شو كان بيكون هلا أنا دايما بقلك على النيجاتف كمانس اللي بيصلولنا لإلنا هلا كام حدا إنه أنا برجع بقلك ما احترام الرأي وإز لانك إز هو بس إنه مش حابب اللي شافه صفا بس إذا فيه تجريح فينا ننتجاهله ببساطة يعني ننتجاهله كرد بس نخليه جويتنا بمحل معين ناخده بعين الاعتبار نسأل حالنا هل معه حق أو لا إذا ما معه حق بالمرة خلص راح الكبيب اللواعي وإذا شوي إنه إيه فيه وجهة نظر اللي عم يحكي مع إنه عم بيحكيه بطريقة بشعة هتلا نزبت لأنه أنا بستفيد من أنا بتعرف يلي ما بحبه هايسم هو الانتقاد عن غير معرفة لتسي بلاشنا نحن على يوتيوب أنا وإنت إجينا كومنت أنا إجينا شخصيا كومنتيت أكتر بكتير من هايسم العالم عم بيقولولي إنه غنوة متصنعة أو غنوة بيخة إنه عم بتجاري بتكون مثل إكس إيجراج هيدا شخص فعلا he's judging me on this specific video لا بيعرفني لا بيعرف شخصيتي كيف ما عطاني فرصة إنه يتعرف علي أكتر صح اللي ما بيعرفني يا هايسم بيجهلني فبالتالي ما بوقف عليهم وما بيخدهم أكتر لأنه بعرف إنه بس لأنه شايف هيدا الشي يعتبر هيك هيدا أصلي بس في شي مرة بتقري الكومنت بغض نظر إذا هلا أكيد بيزعجونا الكومنت سالبيين ما فيك تقولي لا إحنا بشر بس بتخديهم بعين الاعتبار يعني بتسألي حالك إنه معهن حق أوكي ما معهن حق كبيب اللواعي معهن حق يتظبيت حسب الشخص هيسم يعني مثلا أجل اللي قال لي مثلا بيخة لاتساي هلأ أبحث إذا أنا عن جات بيخة ولا لا لا لأنه هو فعلا شخص جديد وبعرف أنه شخص جديد نحنا جماعة أول شي بنصوار بنعرفهم كلهم فبالتالي بعرف لما شخص جديد يفوت ويعطي تعليق سلبي ما بيعرفنا صلنا خمس سنين عودة للصبايا مالكات الجمال أنت لما طلوا أول طل مع مين كنت أنا كنت حبي فعلا ثلاثة اللي هني منهم ناداكوسا منهم سيبال ومنهم غيال فعلا أنا كنت بحبز أكتر غيال أنه تكون هي ملكة اللي طلعت وصيفة تانية وصيفة تانية مزبوط حصلت على أقل وصيفتها سارة لينا كمان أثارت الجدل أنها الشقراء اللبنانية يلي أنه يمكن ما بتمثل الجمال اللبناني حتى ناداكوسا تعرضت لها الانتقادات هل بتعتبر ناداكوسا أو سارة لينا يمثلون الجمال اللبناني لكن ناداكوسا إذا بشوفها بلا ماعرف هي من باعرف إنها لبناني أنا بتعطي فرنسوية شوي عندها טيب فرنشي هيدا الكووت الأني بس إنه في من processes أنا شايف بهيدا الجمال باللبنان كتير يعني فيها بيشبهنا جمالة بس سارة لينا سارة لينا اسمها سارة لينا أبدا ما بتشبهنا يعني ما بتشبه جمال البنت اللبنانية حلوي كتير البنت بس إنه ما بتشبه الجمال اللبناني بس هناك يعني في كتير شقر هيسم لبنانية شقر حتى البنات البقيين يعني فيه نور سالم واني اللي طلعوا شوي أبكار حتى فيه صبيه اسمها سارة مكي منصور جمالهم غريب يعني ما كتير بيشبهوا البنت اللبنانية حلو كتير جمالهم بس غريب حسيت ايه نضب بلا بتشبهنا بس برجع عيدوا بكرر أكتر شي أنا حسيت قيال يمكن كمان أو سبال بيشبهوا البنت اللبنانية أكتر يعني بيعطوا الهوية اللبنانية بشكلهم مع أنه كل الصبايا كلهم بنات كانوا حلوين كانوا 15 بنات كان فيه من كل المناطق وهذا تحسب للمنائي المشتركات أنه عن جد مش أنه من طائفة وحدة أو من مطرح واحد بين التنوع اللي فيهم وعن جد كلهم حلوين وبغض النظر أنا ما بعرف كيف لعبة التلفزيون بس ما بغض النظر إذا بيعرفوا الأسئلة أو لا كانوا مثقفات يعني ما كان فيه هادي إلى حد ما أصبا ما كان فيه هادي اللي بتقولي أنه لك شهبيلة أو تحكي عليها ما قد يكون هايسا من الأسئلة هن اللي ظلمت المشتركات كانت سخيفة الأسئلة مش سخيفة بس أنه كانت محدودة طالما هي سخيفة أو محدودة عم بتسخيف أو عم بتحدد الجواب لأله أنه ما بدا ما بدا حدا عن جد بيفهم ومثقف يعرف يجاوب أنه راح نجاوب بس قد يكون قد يكون على وجه البسمة وآجان لا وآجان نحن منعرف أكيد رهبة المسرح وأكيد أنه على المسرح يمكن البنت بتكون موترة فتحس حالة تولي عيث قرس يجيبة لما تحس لهو لما طلبت لما نسألت سؤال اللي خاصه بالرياضة وعن أنه كيف بتشجعي الامرأة وانت كمستو رياضة حكيت عن المياس يعني إيه للا هي حكي أنه حضرة براسة أكيد رح يسألوني شي عن الإبداع اللبناني فحضرت أنه مياس والرأس كتير مهم وهني رفعوا لنا اسمنا بالعالي وكذا أما تسألت عن الرياضة حسستها أنه مش هيك سؤالي فقالت قالت أنه أنا زكية أول شي بون سوار بهالوقت أنه أنت زكية يا بنت ربطي الموضوعين ببعض قالت أنه الرياضة شي كتير مهم للإنسان والرياضة مش بس يعني بالرياضة ما خصون بس أنه راحت على شوي موضوع آخر إنما الأسئلة شو رأيك بلجنة التحكيم أول شي أنت حبيت فكرة أنه كله النساء لا ولا أنا أنا كتير تخطيت فكرة الومن امباورمت بعدين أنه لا لا مش هيك بتكون يعني أنا هيسم بالنسبة لألي لا شك أنه بعد ما في إيكواليتي بين الرجل والمرأة بعلمنا العربي لا شك أكيد بس أنه خلص 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 لا هيك الومن امباورمت هني كانوا حطين الجوري كلها نساء لسببين أول شي ليقولوا أنه ليك أدي عنا نساء متمكنات وقادرات ومثقفات وواصلين تاني شي ليقولوا أنه ما بدنا رجل يحكم من أحلى بنت فيكن فيها البنت تحكم من أحلى بنت فيك أوكي لدرجة أنه نجيب نور عريضة لتحط 9.95 لكل المشتركات أوكي أنا رسالة نور عريضة حبيتها واحترمتها وأنه هي رح تكون موجودة بس رح تتفرجي لكل أنه كلكن حلوين على طريقتكم حلو أنت جوري أوكي على الشكل جاية حكمة على الشكل أنا كتير 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 احترمت أنا معك البازي أصلا كل الناس حكيوا عنها ويني أولا ربحت أنه عملت رحة تفيرل بس أنه بات أنه قصدي مش أنه بطريقة بس الفكرة هيسم بس كنت لازم على الأسئلة تحط علامات صح أنا هيك هيدا ما بدا تحكم على جسم المرأة أنه على الشكل كلكن حلوين بطريقتكم بس أنه على الأسئلة كمان تحط 9.95 بلغتي على الأسئلة كان لازم تحط أنه كمان فيها مت أنه مش أنه تكسر بس أنه في جواب أحلى من جواب وحدة جوابت بشكل أزكى كان فيها تضبط بس على الشكل أنا جدا احترمت حلو الفكرة حلو المساج أنه لا بدي وبعدين هي كانت أنه إذا بدأ تكون وبدأ تكون كانوا كتير رح يحكوا عنها وكانت رح تطلع إيبوكريت إذا حطت علامات بس ولكن هيسام لأنه هي نور عريضة يعني رسالتها للمرأة دايما أنه أنت حلوي كيف ما كنت ما فيها تقولها بس هيسام هي مصابقة ملكة جمال لبنان لكن ما يشي بوها ما هي هذه المصابقة لكن ما يشي بوها مش هو أنك تختار بغض النظر عن رأينا بأنك تجج البنت بحفلة ملكة جمال لبنان إنما مش هيدا رول من الرولز تبع الحفل بلا بس هي عارفة إنه في غيرها 8 أو 5 أو 6 ما بعرف عم يصوته أنا جورجينا رزق حبيت كتير علي ماتة كانت أكتر واحدة منصفة إي كانت فار ومنصفة أكيد وجورجينا رزق يمكن كمان لخبرتها بهيدا المجال كملكة جمال الكون بفهمك بس أنا برجعب أنت جايين عن مصابقة جمال اللي هي أكتر مطرح ما فيك تواصلي هاي المساج لأنه هي أكتر مطرح عم تحكمي على البنت لتطلع ملكة جمال وهاديك بشعين يمكن هيدا اللي أصلا نخليها إنه كمان رسالة إنه إنه كلكن حلوين يعني هيدا المساج اللي وصلت الناس كلها تمسخرت علي إنه معلقة عند الكبسة وحدا يوعية وغفيت بس إنه حلوة كان فيها برجع بقليك بس بالأسئلة تغير شوية العلامات بس إنه البقيين مثلا المدام طبعا أم شريف طبعا مطعم أم شريف لي بدأت تكون بتعرف أيها أحلى وحدة من النساء ولا بدأت تكون بتعرف يعني ما بعرف يعني مثلا هي ما حصيت إنه مش مهم إنه يلا مرة عملت إنجاز أو حدا شاطر منحطه باللجنة تخيلت إنه لا مثلا كان فيها تكون حدا سياسية لبنانية مثلا أو كان فيها تكون لا أنا حتى سياسية شو بدوي مش سياسية مش سياسية طب فيها كانت تكون مثلا نيلة وينة ما بعرف إنه حدا مثقفة لبنانية أو عاملة شي لبنانية أو حدا عامل جويز أو كاتبة لبنانية يعني كان فيه كون حدا غير إنه صاحبة مطاعم إم شريف لا بدأت أصلا كان سؤالة إنه أهمية المطبخ اللبناني بالعالم أحبيت السؤال حبيت السؤال وقد يكون كان فيها المشتركة بعد تروح أكتر بالأجوبة بدنا نطرح الأسئلة بها الحلقة لا ما رح نطرحهم للأسئلة لضيق وقتنا إنما الأسئلة كانت فعلا مش على المستوى المطلوب إيه إنه صفا واللي ربحت إنه أول شي بس نقول إنه شو رأيك على التنمر على سيبال أبي شعية أكيد شفت تويتر ولي ما حدا حكي عشوية عن ملكة جمال كله حكي عن أنه تنمر على صوت سيبال أبي شعية إنه ولش جاي بيخيك محلك لش صوتك هك هاي دي صوت المتردد بيأحمر الخط يعني أنتو عم تتنمروا على خلقة ربنا بالتالي يعني سيبال مش إنه إنه كان عنده أوبشنز إنه أي صوت بيختاره هي مختارة هيدا الصوت هيدا ربنا سبحانه منقلة هي من مال من مال تاني إنه هي بنت عاملة شي بحياتها هي مواضلة كتير معروفة جمالة أنا أبأكد لكم إنه كنتو كلكن خرستو وسكتو لو ما سمعتو الصوت مثلا كنتو قلتو نقيف شو حلوة البنت وكلنا قالنا هيدا الشيل إنه البنت حلوة يعني البنت عندها كاريزما فاري سكسي هيكي بتعرف تمشي بتعرف تطلع مثقفة يعني جواباتها كان وصفة بأعتقد إنه عندها مشكلة لسبب إنه حسيت إنه بتعمل مجهود لتحكي مش إنه بس قرفتني أصدق إنه مش إنه صوتها بشع وبرجع بلك أنا صوتها على فكرة مش هل قد حسيته إنه ها 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 أو إنه نقزني منه the usual مش the usual بس بس إنه ما خلاني إنه يا لطيف أقضحك عليها عادي بس إنه بيفرق عن الإيجيو تبع البنات البقية الحفل على عشرة كله عبعده سبعة أنا بعطي خمسة آه واو هايته كانت حلقتنا لهيدا الأسبوع بليز ما تنسوا عملونا سبسكرايب كومنت ولايك بس كم بدي أقول الشغلي أخيرة عن جد عن سيبال لأنه سيبال أنا كتير عن جد احترمت لبنته أنا في بنتين أصلا في كمان سورية يلي أمها من الجنسية الأثيوبية كتير حلوة البنت بعيدا عن قضيطها بعيدا عن قضيطها يمكن إنه كمعايير عم نحكي كمعايير عالمية يمكن لو أطول شوي أكيد كان عنده حصوص تربح لأنه كتير حلوة البنت يعني وكتير حلوة قضيطها وكتير بوصة كبيرة لقلها بس بموضوع سيبال حسيت إنه إذا كانوا زكاية اللجنة والجوري والبسي تحديدا لأنه عاملين الحفلة ليقولوا إنه المرأة حلوة كيف ما كانت وإنه حسيت كان زكية تربح سيبال مع صوتها ومع التنمر اللي راح تلقل لتقولي إنه فيك تكوني أحلى مرأة بالعالم وهيك صوتك وهي الغلط ما هي جمال كمان كمان صوتك حلو إذا كان هيك نقضوا بعضهم شوي إنه طلعوا وصيفة رابعة لأنه إنه ما بعرف تم التنمر عليها كتير وكذا إنه أجوبتها كانت صفة بس إنه كنت مشيل إنه تكون مثلا وصيفة أولى أو ملكة لنوصلها المساج Thank you هيسم لرسالتك هذه كانت حلقتنا ما تنسوا please تعملونا subscribe و like و comment على الفيديو وتدعمونا قد ما بتقدروا حتى شيروا يعني اليوتيوب بيج تابعنا لأصدقاءكن عرفون على أول شي بونسوار شكرا هيسم لوجودك بحياتي وبحيات جماعة أول شي بونسوار ملتقينا الأسبوع المقبل 3 2 1 Bye 1 1 2 3 4 5 5 2 اشتركوا في القناة